أهلا بكم من جديد توصلت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية بشكل رسمي إلى آدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني في أعمال تهريب وتجارة مخدرات ضخمة حول العالم بحسب ما كشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية وقال مدير العمليات في إدارة مكافحة المخدرات بالولايات المتحدة مايكل براون إن حزب الله تمكن من نقل أطنان من مادة الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا كما أن الحزب نجح في تطوير النظام الأكثر تعقيدا لغسيل الأموال في العالم وأضاف براون متحدثا أمام لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأمريكي أن حزب الله تمكن من تكوين اتصالات وارتباطات على المستوى الدولي وتحول إلى تنظيم يشبه تنظيم داعش والقاعدة وغيرهما من المنظمات الإرهابية معنا حول الموضوع عبر الهاتف من الرياض ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث مرحبا بك معنا سيد ناصر كيف تنظر إلى اعتماد حزب الله اللبناني على تجارة المخدرات خاصة في أمريكا اللاتينية وهذه السنوات الطويلة كيف كان مصدرا مهما لتمويله بسم الله الرحمن الرحيم لا شك الله أو ما يسمى بحزب الله متورط ليس فقط في ما يتعلق بالمخدرات وتجارتها الدولية لكن أيضا في إنتاجها الجنوب اللبناني معروف عنه منذ أكثر من ثلاثين عاما ولبنان من الدول الأربع الأولى على مستوى العالم في زراعة الحشيش في مادة الحشيش بالتأكيد وتحولت فيما بعد من زراعة إلى فناعة ثم حولت وأدلجت إلى تصديرها لدول الخليج وتركيز على المملكة العربية السعودية حزب الله بالتأكيد له علاقة قوية جدا منذ أكثر من خمسة عشر عاما وهو منسق مع إيران فيما يتعلق بأيضا نقل الكوكاين وكل مشتقات المحرمة من أفغانستان عبر إيران إلى لبنان ثم إلى أوروبا وإلى أمريكا الجنوبية حزب الله ليس فقط في هذا الأمر فيما يتعلق بالمخدرات ولكن أيضا في غسيل الأموال معروف أن اللبنانيين ممن ينتمون إلى هذا الحزب هم متورطون ومنخرطون في تجارته وأيضا في غسيل الأموال من خلال بعض من مصادر تمريرها من بنوك لبنانية أو من جهات أيضا ورجال أعمال وضائرات خاصة تنقل عبرها من لبنان وعبر ميناء الجوي دون رقابة ودون إذن بذلك بعد حرب الكويت والعراق اكتشف أن هناك مطبعتان لطباعة الدولار الأمريكي وتزوير العملات الرئيسية أحدهما في العراق واكتشفت وقتشفتها القوات الأمريكية حينما غزت العراق وتم أيضا تدميره والمصنع الآخر أو المطبع الأخرى هي تحت إدارة وإشراف وإنتاج حزب الله بالنسبة للعراق في لبنان إذن أمام كل هذه المصادر الغير مشروعة للتمويل والتي تدور أموالا طائلة على حزب الله وهذه الارتباطات أيضا مع دول كثيرة ومع أقصد رجال أعمال ربما أو مافيات في دول متحددة في أمريكا اللاتينية وفي أمريكا وفي أوروبا أيضا لحزب الله هل من السهل اليوم قطع كل هذه الصلاة ومعاقبة حزب الله وقطع مصادر تمويله المشروعة وغير المشروعة حزب الله صورة أخرى أو وجه آخر وأيضا انتداد تالي أو خطوة تالية لانتداد وتواجد الإيرانيين في الدول العالم إيران تسعى من خلال هذا الأمر إلى تغطية تواجدها في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي بعض دول المنطقة الأوسط من أجل يعني إعطاء صورة طباعية غير ما هو يبحث عنه من خلال المخدرات من خلال أيضا تبيض الأموال القدرة بالتأكيد لبنان هو أداة في أيدي الإيرانيين والإيرانيون لهم دور كبير جدا في تغطية تواجدهم في أمريكا اللاتينية تحديدا ولذلك حتى الحكومات في أمريكا اللاتينية اكتشفت الأمر خلال السنوات الأخيرة وتورط الكبير إذن ليس بالسهل يعني خاصة وأن إيران وهي حكومة ودولة كبيرة تقف بشخصيات ربما دبلوماسية أو بدعم دبلوماسي لحزب الله والتغطية على هذه التجارة سأكتفي بهذا القدر وأشكرك جزيلا شكر ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الرياضة ترجمة نانسي قنقر